نقل معالي الشيخ سلمان بن ابراهيم الخليفة رئيس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه إلى جلالة السلطان عبد الله بن السلطان أحمد شاه ملك ماليزيا وذلك خلال لقاء جلالته اليوم في قصر السنانيجارة بالعاصمة الماليزية كولا لنبور ورحب جلالة السلطان عبد الله بن السلطان أحمد شاه ملك ماليزيا بمعالي الشيخ سلمان بن ابراهيم الخليفة وأحمله تحياته إلى جلالة الملك المعظم وتمنياته لجلالته بدوام الصحة والعافية ولمملكة البحرين استمرار التقدم والرخاء ونوها جلالة السلطان عبد الله بن السلطان أحمد شاه بجهود معالي الشيخ سلمان بن ابراهيم الخليفة في قيادة الاتحاد الأسيوي لكرة القدم نحو أفاق واسعة من التمييز والتطور مشيدا بالأدوار الحيوية التي يلعبها الاتحاد القاري في توفير مختلف أشكال الدعم والمساندة للارتقاء بمنظومة كرة القدم الأسيوية وأعرب معالي الشيخ سلمان بن ابراهيم عن شكره وتقديره لجلالة السلطان عبد الله علي حسن على حسن الضيافة وحفاوة التكريم مشيدا بإسهامات جلالته الواضحة في خدمة كرة القدم الأسيوية على امتداد نحو ثلاثة عقود عبر مختلف المناصب التي تبوأها جلالته وما تركه من إرث ملهم للأسرة الكروية الأسيوية واستعرض معالي الشيخ سلمان بن ابراهيم الخليفة خلال اللقاء خطط وبرامج الاتحاد الأسيوي الرامية للنهوض بمسيرة كرة القدم الأسيوية ترجمة نانسي قنقر